هنبتدي موضوع فيه شرحه عن عقيدة الثلوس الخدوث فيه تعليم منتشر في بعض البلاد وفي بعض الإكليركيات حتى بس يمكن خارج الخاهرة يعني إنه الآب في الثلوس هو الكينونة والإبن والروح القدس هما صفات للآب يعني الآب هو الجوهر والإبن والروح القدس صفات لهذا الجوهر اللي هي صفات العقل وصفات الحياة طبعاً ده يعتبر تدمير عقيدة الثلوس فيه حاجة منتشرة زي هرتقت سابليوس في تعليم البعض في كنستنا نتيجة العصر العربي الوسيط بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الآب كائن كائن والإبن والروح القدس هما صفات لهذا الكائن صفات صفات فصفة العقل ده هي الإبن وصفة الحياة ده هو الروح القدس وحتى الآب بيقولوا عليه إنه هو صفة الكينونة وللأسف الكلام ده أنا لقيته بيتدرس في بعض الإكليركيات لأن أنا بدرس في الإكليركيات من عشرات السنين يعني فأنا لقيت الكلام ده بيتدرس في إكليركيات عندنا ما حاولتش أعمل استضام وصراعات لكن ابتدت أجيب أخوال أباء وأعمل مذكرات ولما يسألوني اللي سمعوا الكلام ده أشرحوا لهم تاني بطريقة مبسطة من غير معمل خناءة مع حد إيه بقى الوضع الحقيقي؟ الوضع الحقيقي؟ الوضع الحقيقي؟ إن القاب هو الله من حيث الجوهر وهو الأصل من حيث الأقنوم مش صفة الإبن هو الله من حيث الجوهر مش هو العقل بقى زي ما أغلب الناس بتتكلم في اللهوت الشعبي وهو المولود من حيث الأقنوم والروح القدس هو الله من حيث الجوهر وهو المنبسق من حيث الأقنوم مش هو الحياة مش حيث الأقنوم أبسط حاجة أرد بيها على اللي بيقولوا إن الإبن هو العقل والروح القدس هو الحياة يعني القاب ده عبارة عن صنم أو حجر ركبنا له عقل فبقى عقل وركبنا له حياة فبقى حي لكن هو نفسه بيستمد العقل من الإب والحياة من الروح القدس تخيل 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 لا تعليم كارثي في الكنيسة سيدنا لو كان موجود لا ده أنا سمعته كتير جدا اللي يقول لك الآب هو الكينونة والإبن هو العقل والروح القدس هو الحياة ده اللهوت الشعبي يا حبيب اللي أحيانا بيحاولوا بسطوا الأمور فيدخلوا فيها في الأسف سيدنا يعني عمرك ما سمعته سمعته سيدنا فعلا تذكرته وممكن في مدارس أحد وفي اجتماعات إعدادي وسنوي لو حبيب يبسطوا للتلاف كان هو اللاهوت الشعبي أرينا المرة اللي فاتت حتى كده هقراها تاني للقديسة ساناسيوس وبسرعة قبل ما تخلص الحلقة هشرح جوهر القضية ولأن اللاهوت واحد في الاب والاب والابن فإنه نشأ عن ذلك بالضبط الضرورة أن كل الأشياء التي تقال عن الآب قيلت هي بعينها عن الابن إلا صفة واحدة وهي أن الآب قاب ليس أن الابن العقل والآب الكاينونة قديسة غريغاريوس دي بقى هختم بها قراءة الأباء ونشرح بسرعة بقى المسيح أي من الأشياء العظيمة التي يمكن لله أن يعملها ولا تكون في استطاعته وأي من الأسماء تطلق على الله ولا تطلق عليه ما عدا قال له مولود والمولود الأبوة والبنوة وغير كده إنسى قوعة تقول إن الأب هو الكاينونة والابن هو العقل والروح هو الحياة بالمرة سي والروح القدس هو الحياة معقول الآب يبقى هو أصل الابن وأصل الروح القدس ويستمد الحياة من الروح القدس ويستمد العقل من الابن يبقى فيه كاينونة للآب وكأنه حجر والعقل للإبن وكأنه كمبيوتر والحياة للروح القدس وخلاص كده يبقى فيه ثلاث جواهر في اللهوت مش جواهر واحد هنا بقى الخطورة نحن كده بالتعليم ده سيبنا نعمل ثلاث جواهر في اللهوت ده خطر جدا طبعا